للتفاصيل هذه الزيارة ينضم معنا مراسل الإخبارية من الحد الجنوبي علي زينان علي ضعنا في تفاصيل هذه الجولة التي قام بها أمير منطقة نجران نعم نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز أمير منطقة نجران تحيات القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد العمين وسمو ولي العهد جاء ذلك إثر زيارته للخطوط الأمامية خطوط التماس في الحدود بين المملكة واليمن الشقيق زار خلالها بعض من اللقاط الرقابية وزار القناصة الذين يسهرون على راحة واستقرار وأمن هذا البلد في ضبطهم لكل من تسول له نفسه المساسة بالحدود أو التسلل وضبط المهربين أيضا عبر سموه عن تهنئته بحلول الشهر المبارك رمضان الكريم على جميع أفرع القوات المسلحة والمرابطين على الحدود كانت جولة طبعا في صبيحة هذا اليوم بصحبة قائد حرس الحدود بمنطقة نجران طلع خلالها على التجهيزات المتطورة للحرس الحدود وشاهد الآليات والأسلحة وأجهزة الرصد الآلي والكاميرات المتطورة لرصد المتسللين إلى حدود المملكة وأكد سموه خلال هذه الجولة أن حدود المملكة في منطقة نجران وأيضا الحدود الجنوبية عامة هي آمنة مطمئنة بإذن الله بفضل وجود مثل هؤلاء الرجال الأشاوس الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الوطن والمليك والمواطني والمقيم لينعمونا بالراحة والأمن والاستقرار لك علي زينان مراسل الخبرية من الحد الجنوبي